السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درس جديد أحبائي يتعلق بإنجاز الظواهر اللغوية صفحة 152 حيث سنجيب عن مكون صرف تحويل والتراكب وأيضا مكون الإملاء وأيضا صفحة الموالية مكون الشكل والتطبيقات الكتابية في مقطع واحد نعم ونبدأ على بركة الله بأنجز أخطار من الأسماء التالية ما يجمع أو يجمع جمع المؤنث سليما أن فلكية مربية قبيلة وأستاذة بالنسبة للجمع فلكية فلكيات مربية مربيات قبيلة الجمع ديها قبائل إذن هذا ليس بجمع المؤنث السليم ثم أستاذة أستاذة إذن الكلمات التي تدل على جمع المؤنث السليمية هذه الكلمات الثالث ثم أحول الجملة التالية إلى جمع المؤنث أنشأت الجمعية مركزا لتسويق المنتج نكتب الجملة نعم كما قلنا أنشأت هذه الجمع المؤنث حولناها الجمعية مركزا لتسويق المنتجات وهذه أيضا كلمة كافر المفرد حولناها الجمعية نتمي يعني السؤال آتي بثلاث مفردات لجمع المؤنث السليم وأركب كل واحدة منها في جملة مفيدة نعم أعطيكم مثال مثال طبيبات تلميذات وأمهات نعم نضع هذه الكلمات أو هذه الجمع في جمال نعم الجمال التي أعطيتكم كمثال مثلا الطبيبات مخلصات في عملهن تفوقت التلميذات في الامتحان تصهر الأمهات على طربية الأبناء واضح؟ ننتقل لمكون آخر اللي هو مكون تراكب لكن قبل ذلك فقناتنا توفر لكم جمعة من الفروض الخاصة بالمستوى الخامس والمستويات الأخرى والتي أضعها لكم على قناة مدرسة مرشيدي فقوموا بالاشتراك في هذه القناة حتى تتوصلوا إن شاء الله بجميع الفروض أكرروا اسمها قناة مدرسة مرشيدي نعم هي قناة تابعة لنا نعم ثم أنجز عناء تعاون مع صديقاتي أو أصدقائي لملء الجدول عنا جمل قم طلبنا ستخرج صاحب الحال والحال أقبيل على عملي مصرورا هنا من يقبيل على العمل هنا أنا وهنا يعني ضمير مستتر إذن صاحب الحال ضمير مستتر تقديره أنا نعم والحال هنا كيف أقبيل على العمل؟ أقبيل على العمل مصرورا نزيان هنا يتجه التلاميذ نحو الفصل مستعدين إذن من يتوجه إلى الفصل؟ نعم هم التلاميذ إذن هذا هو صاحب الحال وكيف يتوجهون إلى الفصل؟ يتوجهون مستعدين إذن هذا هو الحال يبدو العالم متحمسا من هو الذي يبدو متحمسا؟ هو العالم إذن هو صاحب الحال وكيف يبدو؟ نعم يبدو متحمسا هذا هو الحال قضيت العطلة منشرحا من قضى العطلة؟ أنا إذن هنا أنا ضمير مستتر إذن صاحب الحال ضمير مستتر تقديره أنا كيف أقضي العطلة؟ أقضي العطلة منشرحا إذن الحال هنا منشرحا جيد نكتب الإجابات نعم أحبائي إذن هذا هو الجهود لمن أراد نقله ثم نتميم الإجابة أجعل المفردات التالية حالا في جمل اعتون مشغولا مرتاحا سالما راكضا إذن سنركب جمل فيها هذه الكلمة إذن الجمل التي أعطيتكم إياها مثلا أقضي يومي مشغولا كيف أقضي يومي مشغولا هنا صاحب الحال هو ضمير مستطر أنا ينجز أخي واجباته مرتاحا من ينجز واجباته إذن أخي هذا صاحب الحال كيف ينجز الحال مرتاحا عاد أبي سالما صاحب الحال هو أبي وسالما هو الحال جاء المدير راكضا المدير صاحب الحال وراكضا هنا هو الحال نعم ثم مكون الإملاء مكون الإملاء تمرين بسيط وسهل أملأ كل فراغ بألف لينة مناسبة وأذكر سبب رسمها بالنسبة للكلمة الأولى عصى تكتب بالألف الممدودة رضا نعم تكتب أيضا بألف ممدودة ضوحى تكتب بألف مقصورة منتدى أيضا بألف مقصورة حنايا تكتب بألف ممدودة ومصطفى تكتب بألف مقصورة ثم أكتب النص الذي يمليه علي أستاذ أو أستاذتي هذا ستقومون به إن شاء الله في الفصل ثم آخر مكون وهو مكون الشكل والتطبيقات الكتابية أعيد قراءة نص احتفال خاص في الصفحة 184 وأنجز أستخرج من النص جامع مؤنة سالم وحالا مفردة إذن نعود للنص في الصفحة 184 نعم هو هذا النص احتفال خاص أطلب مني أنني نستخرج نعم ماذا طلبوا مني أن أستخرج جامعا مؤنة سالمة عنا في السطر الأول عنا نتلميذات وعنا الأس وأستاذات إذن هذا يوجد بيهم جامع مؤنة سالم وعنا اختراعات أيضا نعم وعنا كلمة صغيرات مختارعات نعم هذه كلها كلمات أو العاملات أيضا هذه كلها كلمات دي الجامع المؤنة يعني أنتم اختروا الكلمة اللي بغيتوا بالنسبة للكلمة الثانية أطلبوا مني حالا مفردة نعم معنا وتدخلت إحدى التلميذات كيف تدخلت نعم مصرورة ماذا تفهمنا إذن هذا حال نعم نعود لتمريننا لنتمم الإشابة نعم هنا سنكتم مثلا أستاذات أو تلميذات نعم ثم سؤال أحول الجملة التالية إلى جمع المؤنة بدت المديرة سعيدة طلبوا مني أنني نحولها لما؟ للجمع المؤنة إذن بدت المديرة المديرات نعم سعيدات نعم بدت المديرات سعيدات نكتب الجملة إذن قلنا بدت المديرات سعيدات إذن أحبائي بدأوا أصحيح أخطائي بتعاون مع صديقة أو صديقة إذن هذا كان كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم الذي أجبنا فيه على مكون صرف الحويل والتراكيب والإملاء والشكل والتطبيقات الكتابية أشكركم على حسن المتبع وكما قلت لكم تجدون أو لمن يبحث عن الفروض الخاصة بمستوى الخيطس والمستوية الأخرى تجدونها إن شاء الله على قناتنا الثانية مدرسة مرشدي شكرا وإلى اللقاء أحبائي شكرا شكرا